مين اللي خطفك من أحفادك؟ مين اللي ايه؟ اللي خطفك من أحفادك التلاتة خطفيني لكن زين انت طبعا لسه مجربتش لا يعني شفت حتة كده لا انت لسه مجربتش انت كشف لا 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 لسه خلاص؟ يعني انا طبعا معرفش ربنا رزقك بايه هل في عندك بنت؟ عندي جنة عندك جنة ربنا يديك العمر وشوف هتبقى انت مع ولاد جنة عامل ازاي ومع ولاد الولاد عامل ازاي في فرق؟ كبير لا والله طبعا ليه بقى؟ البنت لما بتخلف بتقعد فين؟ في البيت عند مين؟ عند أمه بس فالولد بتربى فين؟ عندك عند جده عند جده لكن ولاد شريف طبعا بس دي على فكرة دي معانا كلنا يعني دي معانا كلنا دايما فعلا اخوات البنات يعني اولاد وكلهم بتربين عندنا ما هو دا وضع طبيعي ما هي البنت لما ربنا بيكربها وبتخلف بتروح تقعد عند أمه؟ صح صح عشان مين اللي هيرعيها؟ أمامتها حامتها مش هتراعيها ايه طبعا لكن أمها صح هتراعيها صح آه حامتها ممكن تراعيها يعني زيني هو اللي خطفك آه مم بس ياسين وآسيا آه طبعا حبايب قلب آه طبعا وخصوصا ياسين ليه؟ وآسيا لا ياسين أول ياسين أول حاجة طبعا شفتها أول فرحتي بأن أنا كون جد يعني أهلوية كلهم؟ آه كلهم؟ آه مش حدي فيهم بشجع برا؟ عشان العظم الكويل مين؟ مفيش حدي فيهم بشجع برا؟ ميزر؟ في الوقت الحالي آه ممكن يكون ياسين آه زين لأنه بيشوف أبوه زين لسه صغير يعني برامة زوية هيتم تلات سنين لأ فبيشوف بقى بيقعد يتفرج على المتشات يلا يا بابي مش عارف ايه الكلام ده لكن هو مش مستوعب أهلي أو زمالك دلواج لا لسه طبعا ما كبرش تلات سنين يعني ضيب رجع له بابي في الأهلي بعشان ان شاء الله يا رب بدع والله ان شاء الله يرجع الأهلي بإذن الله